بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنوار تملى القلوب وصل بالله سبحانه وتعالى وخاصة لو كان نور عجيب وسر غريب بين العباد والحبيب مولانا سبحانه وتعالى الحبيب الأجل لما يكون نوربنا سبحانه وتعالى مد حبال الود بيننا وبينه عشان يتجلى علينا باسم الودود ويتودد إلينا ويجعل بيننا وبينه حبل متين حبل من نور غريب حبل وتشعر بأن طرفه في قلبك وطرفه في الحضرة القدسية عند الله سبحانه وتعالى حاجة غريبة قوي سر ربنا يجعله في حياتنا ما يتمسكش بيه غير اللي عارف يعني إيه حياة سر لو حد يفهمه بيتغير فهمه للحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا كل المعنى ده في حديث عجيب عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الذكر نسمع الحديث تاني ونحاول نستحضر أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وإحنا قاعدين مع سيدنا أبي موسى الأشعري بنسمع من حضرت النبي وبيقول لنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الحديث متفق عليه الخراجة والبخاري ومسلم بس عايزين نقول حاجة مهمة قوي الحديث ده بيكشف لنا عن سر الحياة سر عظيم من أسرار الحياة سر الذكر وإيه العلاقة اللي تخلي الذكر يجعل الإنسان حي يبقى إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب لنا الأمثلة فضرب لنا مثال شخص يذكر الله كأن الهروح بالدب فيه فهو حي والذي لا يذكر الله جسد ميت لا حياة فيه مثل الذي يذكر ربه كمثل الحي ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الميت تعالوا نتأمل هذا المثال هذا المثال الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثال لفهم الحياة كلها إيه الحكاية تعالوا نشوف واحد أكل أكل وشرب فلما جي أكل أكل بإيه بذكر الله فإن لحصل قال بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا فلما أكل أكل باسم الله سبحانه وتعالى فاكرين حديث إنكم لا تدعون في أي طعامكم البركة فكأن الذكر سرى في الطعام ونشر البركة في الطعام اللي يعرف في أي الطعام البركة هو في الطعام الذي كان مخلوطا بذكر الله ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضع يده في الماء فيذكر الله الماء يزيد إذن الزكر يجعل الأشياء تدب فيها الحياة لماذا تدب فيها الحياة لأننا مع ذكر الله نتذكر أن الحياة بيد الله يبقى الذي يذكر ربه كالحي مثله مثل الحي لأن ذكر الله يذكرك بالحي فتحيا بالحي فساعتها بيصبح الذكر في الحقيقة عبارة عن مذكر لك بحقيقة الحياة يبقى هنا بيبقى جسد الأشياء دب فيه الروح الذي من عند الله يبقى الذكر يجعل الأشياء يدب فيها الروح ولذلك الجسد ده الذي تدب فيه الروح يكون بذكر الله طب وإذا ما كانش فيه ذكر الله يبقى مياء موات وربنا سبحانه وتعالى سمى كتابه العزيز روحا ومعروف أن القرآن هو الذكر إيه ده إيه اللي إبداعه الجمال ده يبقى إيه اللي حاصل القرآن تسمى روح وهو ذكر يبقى الذكر روح روح كل شيء فالله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا إيه ده ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إيه ده يبقى المثل ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمنا إن الذكر إذا كان القرآن ذكر وهو من أمر الله والروح من أمر الله فالذكر هو في الحقيقة روح إذا دبت في الأشياء جعلتها تحية يعني كلما كان الإنسان مكسرا من الذكر كلما كانت الحياة أكتر ظهورا فيه يعني إذا أردت أن تكون أكثر حيوية فكن أكثر ذكرا وكلما كان الإنسان بعيد عن ذكر الله كان في عيدات الأموات يبقى المعنى البديع ده ربنا سبحانه وتعالى الهنة عشان نقدر نفهم قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها يعني إيه؟ يعني فيه ناس بتحية ألا بذكر الله تطمئنه القلوب ألا بذكر الله تحية القلوب يعني الحياة هنا لها معنى تاني غير الحياة الأكساد يعني الحياة هنا مش الحركة الحياة تانية الحياة اللي احنا بنتكلم عنها هي حياة تانية بتجعل الإنسان يرى الحياة بشكل صحيح مش كل جسد بيتحرك يبقى حي ولا كل جسد بينتقل وبيتكلم بيكون حي إنما لابد للتوفر عشان الحياة تتوفر فيه لازم عشان نقدر نشوف كمال الحياة لازم نكون ذاكرين لله وكمال الإنسان اللي بيكسر اللي بيكسر من ذكر الله حتى لو انتقل ومات فهو لا يزال قلبه وروحه تحية بذكر الله فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يا سلام يعني أفضل كده ويمكن ده وحدة وحدة نفهم بقى حاجة مهمة جدا فكنين حديث رسول الله سلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر حلق الذكر اللي منها إيه اللي هي حلق العلم من حلق الذكر طب تعالوا نسمع حديث رسول الله يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها علم ينتفع به يعني ذكر ينتفع به يبقى الذكر حياة بعد الحياة يبقى لازم نعرف قانون ان الذكر بيتجاوز الزمان والمكان ليه؟ لأنه الحياة الحقيقية يبقى حظة النبي بيعلمنا هنا حاجة تحيا بها قلوبنا ويا ذكر الله لأن الله يذكر الله سبحانه وتعالى الله سيذكره فاذكروني أذكركم فما بالك بعبدي يذكره الله سبحانه وتعالى فحياته لا تنتهي احنا محتاجين ايه عشان نقدر نحصل ده ان احنا نقدر نعيش في الحياة بهذه الطريقة احنا محتاجين شوية حاجات اول حاجة محتاجين ايه محتاجين تلات مفاهيم المفهوم الاول الحضرة يعني ايه الحضرة ان تذكر الله وانت بين يدي الله دايما اقول لأحبابي كده الله سبحانه وتعالى من علامات الصدق الحب ان تقبل عليه وان تسير اليه وانت واقف بين يديه يبقى لما تيجي تذكر ربنا عشان يتحصل في قلبك هذه الحياة لازم تذكر الله وانت في حضرته وانت بين يدي الله يبقى اول حاجة تذكر الله وانت بين يدي الله يبقى تفهم ان ذكرك ده مسموع ذكرك ده محفوظ ذكرك ده محبوب ذكرك ده يفتح عليك ابواب الوصال بالله سبحانه وتعالى اول حاجة الحضرة ان تذكر الله وانت في حضرتي الحاجة التانية الحضور تذكر الله وانت حاضر يعني ايه حاضر ما انت في حضرة مولانا سبحانه وتعالى بس انت حاضر ولا انت غايب يعني ايه غايب يعني بتقول سبحان الله هل انت منزه لله سبحانه وتعالى منزه لله على انه مش داري بأحوالك فنزهت عن الجهل بأحوالك بتقول يا رب وانت عارف ان هو ربك على حسن المعاملة وانت بتقول يا الله وانت بتنادي عليه وانت في قربتك عارف ان الله علم على الذات واجبة الوجود الذي بها يكون كله موجود فأمل فوجعك ده ما يسويش شيء عندما يأتي فضل الله سبحانه وتعالى وجمال الله يبقى انت محتاج تكون في حضرة مولاك وتكون عندك حضور وعندك استحضار يبقى حضرة وحضور واستحضار استحضار ايه انك امام الملك تستحضر كل صفات الله يبقى قلبك حاضر بين يدي الله وكمان مستحضر جمال الله وجلال الله وكمال الله ساعتها هيبقى قلبك حي هقول لكم حاجة تعالوا نتعود كده واحنا بنذكر الله سبحانه وتعالى اذا جالك كرب اذكر ربنا بس تذكر ربنا وانت في حضرته وانت قلبك حاضر وانت كمان عندك استحضار لجمال الله يبقى ايزا لابد ان تكون في هذا فاذا ذكرت الله على هذا الحال كنت من اهل الحياة فيا رب يا محي احي قلوبنا بان نكون في حضرتك ونكون من اهل الحضور ونستحضر جمال معاملتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة